ويا مرحبا في فيديو جديد أنا شريف ومعي فاروق وأهلا سهلا فيكم بقناتنا فيديو اليوم بأنه فيه توقف لمباريات الكأس رح يكون مش محتوى فانتيسي ونصائح وهاي الشغلات خليها على جنب هذا الفيديو رح يكون أكثر هيك نقيم لاعبين الفانتيسي لحد الآن نحطهم بأربع محلات مختلفة اللاعب اللي قدم موسم خرافي اللاعب اللي أداؤه فاجأنا اللاعب اللي كان مألة بالموسم ونلاعب المزاج اللي هو جولي بجيب لك عشرين نقطة وجولي ما بجيب يشي فخليكم معنا لآخر الفيديو لتشوفوا آراءنا وكمان حكولنا آراءكم بالكومنتات تمام زي ما حكا لكم شريف فكرة الفيديو عندنا اللعيب اللي قدامكم بدنا نقيمهم عندنا أول كاتيجوري عندنا القوت هذا يعني أحسن إشي بهاي السنة وكان أسطورة بعدين عندنا مفاجأة الموسم ما في داعي أشرحها ولاعب مزاجي يعني لاعب مرة بيجيب نقاط ومرة ما بيجيب نقاط وبعدين آخر شي مقلب الموسم وفي واحد بدي أحطه والله مقلبني من أول إشي يا أخوان فنحكي عنه ولا بدك نبلش أول إشي عشان ما نطول الفيديو كتير عندنا الميرون الميرون شو رأيك يا شريف وين بتخليه؟ بصراحها مفاجأة الموسم يعني أطقها كل حدا بأي هذا الإشي يعني هو المفاجأة ما أحد عمره طقع أنه الميرون يقدم موسم ميح زي هيك يعني مخليه أصلا الميرون يعني مخليه على التوب للمفاجأة الموسم بس هو عمدتوا عن بنظل من أنه مفاجأة الموسم هلا شكرا رح يصير لعب بس حتى لو لسه ما في أحسن منه مفاجأة الموسم حاليا يعني مش شايف أنه هذا ممكن يكون مفاجأة أكثر صح صح أنا بعيد في هذا الإشي يعني مش عارف عندنا بعديها أرنولد هذا اللعب يعني اللي قصد عليه أنا جبت أرنولد روبو من أول الموسم يعني أول مباراة كان عندي معتمد على ليفربول بس أكلنا مقلب فيه وأنت كمان يعني رأيك من يحط بالمقلب ولا لأ أنت شو رأيك أنا بحط مقلب من أنت أرنولد شفنا الموسم الماضي واللي قبله كان من لاعب لازم يكون عندك بفريقك فهيك الناس فكروا في بداية الموسم وأنا منهم فكان عندي إياهم في بداية الموسم كان عندي واحد اللي هو أرنولد وللأسف سعره أرنولد سيء ما عم بقدم أي شيء فمن أكبر مقالة بالموسم أنا بالنسبة إلي بعديها عندنا بوين بوين كمان الموسم الماضي خدم موسم خرافي واللي بتذكر بوين كان ينحط كابتن في مرات وكان من أكتر لعبين اللي جابوا نقاط الموسم الماضي هذا الموسم بوستهم سيء بوين أسوأ فأنا بحطه مع أرنولد كمان كان مقلب مين المقلب الأكبر هو أرنولد؟ يعني اسمع مش لازم نقيمهم هيك خلص منحطه مقلب مش مهم مين أكثر من ميليا أحطه مقلب أكبر من أرنولد صراحة سيء الله عادي شعره تمام كمل أنت على أي على أننا كنسلو كنسلو سعر غالي جاء اللقاط بداية الموسم يعني ممكن حطها قبل البريك يعني قبل كأس العالم وبعد كأس العالم صار في تغير كبير بيكانسلو صراحة بطر يلعب هو حتى مش بس انه بطر يلعب كل الفريق يعني ممكن مزاجي هو بعد بعد كأس العالم مقلب وقبل كأس العالم مزاجي فأراح نخليه مزاجي بس عشان أداءه قبل كأس العالم بس يعني سعره غالي ومش عم بيفيدنا باشي وأصلا على الدكة صار معظم المباريات فما بنصل حدا فيه أصلا بفريقه وحان الوقت لأننا نروح للاعب ثاني صحيح كوكوريلا يعني كوكوريلا كان فيه أمال كبيرة منه وشلسي معروف بالدفاع القوي بس شفناهم بلاشوا موسم سيء طلعوا تخل يجرى بوتر ولسه هلأ الفريق بلاش يتحسن أول كلينشيت كوكوريلا بجيبها لفاروق كان بالجولة الماضية فكوكوريلا بحطه مزاجي لازم عشان يعني كوكوريلا بجيب ولا أسست بس يعني مش مقلبه بس إنه بضع جلسي مقلب مش كوكوريلا مقلب صحيح أنا بعيد هذا الشي دبروين مين دبروين يعني اسمع دبروين يعني مش دائما بجيب نقاط يعني نحن كنا بنحط كاتيجوري زي ما حكيته للاعب جيد بس لاعب جيد رح أصفي كل اللعيبة فيها فإذا بدأ نحطه بين هدول الأربعة أنا بحط دبرويني كمان مع الشباب بلاعب مزاجي أنا ممكن في ناس يحكموا ما هذا أقول لي قبل التوقف دولي توقف كأس عالم حتى قبل يعني ما أطقع أن هو برشد دايج عب نقاط توتل هذا الموسم يعني بس مش زي الموسم الماضي يعني بالنسبة إلي شايفه أضعف كلاعب يعني ما أعرف إنته إذا عندك كبير يعني إذا إذا رح نصنف القوت إنه من أول لأخير ممكن أخليه بالأخير أو محل هناك إذا في يعني نعيب معه بس حاليا ممكن أخليه أول على اللاعب المزاجي بس يعني بحس إنه إذا كتحط لاعب بالقوت معناته لاعب لازم يكون بفريقك ودبرويني ما بحس إنه لازم يكون بفريقك عشان هيك يعني ممكن أنا ما أحطه بالقوت بحطه بلاعب جيد إذا كان في لاعب جيد بس ما أكون نظر عشان هيك يكون شوية سبايسي أكثر حكيت لك خليها أنت أقولت لي لا بس يلا دوهيرتي مزاجي أصلا ما أعرف ليش هون هو حطه مخلب صراحة يعني توتنام كله مخلب ما بساوي عن دوهيرتي لعب مرة وجاب جول قبل جولتين ثلاثة بس يعني ما بلعب دائما أساسي وهيك الناس فكروه كان لعب رقيص توتنام راح أمرسون اللي صار أساسي فحسوا ما أعرف لا فودن سهلة مزاجي أعرف شو صراحة يعني اسمع أو إذا تخليه لي فودن جوت أنا مش فاهم يعني دي بروين اللعبة لا شو بروين دي حطه دي حطه غلب أنا يازم لا مقلب ليش حرام عليك لا كان يلعب عمل اسأل النص وينه عمل له شغلات لا صحيح أنا لما جابه بقول لك تلعب ثلاثة جولات كل الموسم هذه لأنه لا مش دائما أساسي وهيك بس لا هو مزاجي لا هو مزاجي يعني اسمع إذا بلعب مرات بيس بيعمل منيح مرات ما بيعونيح مقلب مستعي أي أول واحد بده يفتتح قائمة الفايكينغ المرويجي اللعب الخطير المدمر ماكينة تحسجيل هالند إيرلينغ هالند بكسر كل الأرقام يعني ما فيش الواحد يحكي عنه غير أنه أنا غبي أني ما بحطه كابتن مرات زي الجولة الماضي حطه دي برويني راح حطي هالند هاترك ودائما هيك بيسير معاي يعرفوا إن شريف ما كابتن هالند الوضع تمام يعني إحنا كنا بده نحط إشي إنه اللاعب المنحوس إنه من شريف وايك يعني أنا من اللاعبين لما أحط كابتن هالند بيجيب جول بس لما ما أحطه كابتن بيجيب هاترك فدائما يعملوا عكسي يعني إذا أنا حطه كابتن شوفوا لكم حدا تاني وإذا مش حطه خليه عليه يعني بقدم موسم قوي ريس جيمز ريس جيمز ريس جيمز ريس جيمز لاعب مقلب لأنه نصف المثلات ترباع الموسم لهذا مصاب كل ما نجيب على طريقنا ما عرف أنت تتحكي زيه ولا عندك رأي ثاني يعني ما بعرف هو عنده إنه لما يلعب يقدم أداء قرافي ويكون من معهد أو من نسبة لي من أفضل لعبين الفانتيسي لو باب نصاب بس مقلب إصاباته مقلب بس مالعش يلعب بعد الموسم ولش يا دوب جيسوس بصراحة إحنا كثير حكينا عنه ببداية الموسم وكان إنه أفر خيص ومهاجم وثمانية مليون بس تعرف ممكن يدخل على مفاجأة الموسم كان يلعب بنيه صراحة يا مزاجي يا مفاجأة الموسم ماذا أخرا أنا بالنسبة إلي لو حسب توقعات زي ما بيحكوا وريالتي مقلب أنت توقلي بس يعني إنتم إنتم إذا بدك تحكع فانتيسيا جايب نقاط كثير لا أعمل كل الناس كان عندي ولا مرة كان عندي ولا مرة أجاب أكثر من جول يعني بقيم مع عمر شارع لا يزم أول أول إشي فقعت معه ويني زمال بديش أضيع وقت كثير وشوف لك كامبوين جايب بس يعني يعني شوف شوف فكر باللعب اللعب بعده سحل كثير طبعا بس شو اسمه لا يعني خلط شان نراضيك من حطه مزاجي بس أنتوا حكوا لنا كمان شو رأيكم يعني جيسوس لعب بقية جيسوس ليس مقلب لا لعب خرافي إذا ما لك إذا ما كان لا جيسوس أصلا بحطه هون طالص تمام يعني لا مش قبل أن أخوينها عيون صراحة جيسوس لعب يحكوا اللي يحكوا لنا بالله رأيكم بالكومنت عن جيسوس بدي شوف يعني إذا كلامي إلو معنى ولا لا كان كلاما غلط يعني بس أنا بحترم موجهات المظر المختلفة الله عليك الله كان بحطه مع هالند أنا صراحة كان من اللاعبين اللي دائما بجيب نقاط حط لو بجيب ستة سبعة بس دائما فيه نقاط عم تطلع منه البلانك نادر من هاري كين فكين أتوقع عنه إياكم نتفق عذا الشي 100% كبة مفاجأة صراحة يعني آه مفاجأ لأنه ما أحد أتوقع أنه رح يرجع بحياة أساسي من شلسي الله أكمندي كل ما يلعب كان أداءه سيء لما انتقل في كثير عليه ضغط كان رجع تزوج وصاحب رجع لمستوى نشط فصار قوي بحس مفاجأة يعني جاب كليم شيتس منيح وتصديات وبونس يعني آخر تشولتين عشان نقاط تسع نقاط فأي حد عنده كيفة عم يستفيد كثير منه صحيح ماديسون شايف روح تجوز بالله إشي عشان ملكي رجعت بالأفياة آه تعمل كمباك كذلك ماديسون أنا بحطه مقلب الموسم مصاب كثير لستر ضعيف ماديسون الموسم الماضي كان يجيب نقاط كثير هذا الموسم بدل موسم جاب نقاط بكم من جولة بس بشكل عام مش حسب التوقعات يعني بتحطه مقلب آه يعني صراح مش 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 اللاعب اللي توقعته يقدره أخف فيش يعني آه بس عشانه انصابه بس بس كان على فورمة حلوة صراحة بس ببداية الموسم آه الإصابة مقلب أحيانا بطلق آآ رياض مزاجي والمفاجأة حاليا مفاجأة بس يعني مش مفاجأة هو لاعب منيح بس عشان ببت ميعتمد عليه أساسي حاليا كالفورمة الحالية بس ما مفاجأة بس مع بداية الموسم بخليه لعب مزاجي صراحة شو رايب؟ مزاجي مرات تلعب بسجل مرات ما بلعب يعني فما بزبطيكو يعني مش كونسستن مش دائما بقدم بس بخلي يعني عشان أداءه هلا فبخليه قبل جيسو جابرييل مورتيني آه يا جابرييل جابرييل مفاجأة الموسم أكيد هو الميرون يعني من اللاعبين اللي سعره مرخيص وعم قدموا أداء قوي في النصف الأول نوسم مارتيني هلا بخطر أنا بالنسبة بوجهة النظر يعني ما عم بقدم أداء القوي وطروسارد وطروسارد فصار في منافسة فمارتيني طروسارد مجزل مفاجأة كمان باللسلة وطروسارد موجود يعني ما منيح ترصد كان مع برايتاني سألا نشوف مارسونل إذا شو بأساوي أستاذ متروفيتش صراع مزاجي متروفيتش ما أطلق بحطه غير هناك يعني هو كل حال هو مفاجأة أولا مش مفاجأة يعني فاجأنا أولا لا يعني هو مفاجأنا بطريق لأنه مرات يضبط مرات لا صراع أنا بحطه مزاجي مش هاللاعب مرات يجيب ليكي بطلق جاب ضد لوفر بول بأول موسم ضد تشيلسي وبصار شو بس مرات عادين بلعب ضد نوتينغام فورست بساوي بلانك بس مارت بنحط صراحة مقلب عشان بالنسبة لأداءه الموسم الماضي مقلب صراحة أنا بأيذك كبيرا داروين داروين يعني إذا بدنا حسب الفرص اللي بضيعها منحطه غوت بس إذا بجيبهم مقوال بحطهم غوت للسواحي بجيب فرص ما بيسجل وصراحة يعني يعني لازم يشد حواله إن شاء الله بعد هذه الفيديو أنا عندي يا بطريقي ومعتمدي يعني علفة كامل الأمل ولأ ال sagen لأ الأيجابية أيوة الايجابية طلعت صح نونز يرجع بقوة بعدها الجولة يعني حاليا أنا شخصيا راح أشيله وأخليه هون انه هو هون هو ما بسيب اشي ما بسيب اشي ما اعمل اشي يعني هو مرة بقبل يا اخي بس بمسك الطابق بضيع نفسي يحطه القول حطه قوله حاله بالقول شو بعمل حمار اه بعيد اه منتقل اوديغارد الفايكينغ الاخر شاف الفايكينغز والله صراحة اوديغارد من مفاجأة يعني وفي طريقه انه يصير جوت نعم اذا ظلوا على نفس اداؤه بس اوديغارد عم بلعب مقدم موسم قوي افضل لعبين الفرانتسي من الارسنل لحد اندريس بيريرا فقط لسعره بخليه مزاجي يعني اداؤه اللي بقدمه بسعره والله اسمع يعني كان يعني هيك لما انا حكيت بحكيره قبل الفيديو انه فانتو اون يعني هيك ممكن يكون بالمفاجأ او فانتو لانه رخيص ومرات هيك كان يجي كلوتش يعني يعني انا دايما بس اكون محتاج حتى ينزل من الاحتياط ويقدم اداه كان اندريس بيريرا عامله اسيست ولا عامله اشي صراحة فمش بطال اندريس بيريرا عطت مفاجأة بالاخر ايه قريب من المزادي بس مفاجأة حرام لانه احتراما لالاداء اللي قدمه بسعره كنا نحمي فيه انا وياك كثير قبل بداية الموسم باك لا طلع مقلب ايه هون لا بهاجم احنا قلنا في بنزل مدافع يعني كلينشييت ما كنت المعروف بدفاعيان كلينشيت كيل لا توتنام وراح يلعب كمدافع بلهت وينج باك بهاجم اسيستات وقوال مع كلينشييت قلنا هاي يعني المثالي طلع لانتسترام القبل قم من موسم افضل منه يعني فصراحة فرستش مقلب كبير كان هذا الموسم ماركوس راشفورد سؤال سؤال قبل ما نحكي عنه راح تحطه تريبل لسا مفكر فيه احتمال يعني اه هيك بس انا بحب انا بتعرف مغامرات طد هلند فبدي احط راشفورد انا بتعرف صراحة بنقرر بعدين لسه بكير اصلا الدبل ما احب ما بحب الناس اللي خويفة بالفانتيزي ما صار اللي كونفيرم دبل خلينا نشوف بس يصير الله بفرجها اذا ما تعال هو على الاب هو على الاب يعني بس ممكن يلتقي اذا صار في هيك بس لسه ان نحكي عنها فيديوهات مختلفة يعني هى الموضوع ماشيارون حطوا قوت حاليا حاليا انا لازم اكون بفريقك حاليا على اداءه اللي يعمل بهالفاصل بعد هاي كأس العالم وهاي صراحة بطلع بطلع الليست القوت قوي جدا نام روبرتسن ايه عند صاحبه نزل اعطوا جنبه لانه التنين ليفربول ضعيف جدا ما عم بقدموا اشي يعني يعني لا تعليق صراحة للأسف يعني كانوا من أفضل لعبين المواسم الماضي هلأ عم بيكونوا من مقالب الموسم فانت تبعني آخر لعب صاحبك يلا على السريع رودريغو اسمع صراحة بداية الموسم كان قوي فمن يضم حطه كمفاجأة الموسم لأنه يعني قدم أداء حلو بالبداية بعدين للأسف نصاب ولما رجع رجع ضييف وعم بقدم توقع دائم نيح هلأ كمان مش بطال هم بضيع فرص يعني عم بيه اه بس جدولهم سعب فهلا رح يصير جدولهم سهل وممكن أموره تصدقون مع الدبل ان شاء الله كمان وانا عندي آب فريق يقدم دائم نيح ساكا ساكا يعني يا أخ والله ممكن نحطوهن نحطوهن يعني عم بيجيب هو النجم انسوا أوديغارد يعني كفانتسي ممكن نجاب لي أفضل أكثر من ساكا بس بس ساكا نجم الفريق يعني وعشانهم معروف أن يرعيب اه مع انه معروف بالفانتسي من المواسم الماضية فحطنا جوت وأوديغارد مفاجأ لانه هذا هو أول موسم يعني بيقدم ايداء فانتسي قوي اه 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 اي صراحة بس يعني ها واني قسفيني يا صلاحة انصلك ثلاث مواسم عم بتقدم الأفضل دائمان كابتن بس انت هلأ حقك 13 مليون عالفاضي يعني وحط 12 فاضي ايشي يعني بس سديد حطينا صراحة مستحيل يعني اللي بيلعب اللعب الفانتيسي السن الماضي ويجي يحضر هذا الفيديو مستحيل يتوقع هذا الشيء مستحيل أن يجي صلاحه يجي هالند وأخذ كل من صلاحه سليبة وما أحطه مفاجأة مفاجأة الموسم، ما أرسنا لكلها يعني كما ملاعبين مفاجأة الموسم لوك شو لوك شو كمان مفاجأة صراحة يعني إذا بنتطلع عليه من بعد التوقف مع تحسن يونايتد من بعد تنهاج يعني لوك شو عم تجيب شو سجل كم من جولة كم من كلينشيت فقوي هذا مش عارف شو صار معه كمان هو صلاح الاثنين يعني ما عم بعمل أي إشي ما عندنا سنسن الماضي كان هداف الدوري يعني هو صلاح وهي الموسم مش مسجل غير ممكن هاي الهاترك اللي جابها مرة لعما نزل من البنش مش عامل غير وهذا كمان بحطه أنا مقلب مقلب كمان لأنه ستيرلين انتقل من السيتي قلناها ببعد عن المداورة وبتاعة بورديولا إجاء تشيلس ضعيف ما عم بيسجلوا أهداف وستيرلين ما عم بيشي لما إجاء توني توني اسمع صراحة جوت جوت اه جوت اه لأنه عم بيجيب أهداف شو يعني البلانك عنده تقريبا معدوم يعني اه صح تربير اسمع تربير أنا بحطه أبل هالند تربير أكبر لاعب بالفانتيزي هذا الموسم ويعني كمدافع عم بينافس هالند بتوت المقاتل هو رقم اثنين هذا الموسم بعد هالند من عدد المقاتل يعني مش عارب تربير اذا ما عندك طريقك عم تلعب غلط يعني دائما بونس حتى لو أخد أصفر بونس وحتى لو دائما بونس وهي أكبر قوت آخر إشي معانا وورد نحطه قبل الكلب الجميع لا بتخوت نخليه ممكن مفاجأة انت لعبك هذا صاحبك كراك اسمع شو هو اسمه فاشل يعني أنا عارب إنه فاشل بس كراك يعني مفاجأة دخل لا فيه يكي قبل توقف ثلاثة أربعة جولات كان دائما نجيه بكلينشيت ومع تصديات وبونس وهيك بس بداية موسم كان سيء كمان حط قوت حط قوت في العيون العيون الشباب والعيون نخلي لا مش هو الواحد يعني احتراما لها نديك كتير والله أصدر مش موجود في القوت بس هيك العيون الشباب والعيون الشريف بس هو قدم عداء كويس يعني وهيك بس اسمع مش قادر أطلع عليها خلينا نزل دقيقة خلص حطة حطة تحت مفاجأ مفاجأ مزاجي مزاجي خلص عشان أكيما أبشر وهيك عشان ما نطول الفيديو كتير وطول الفيديو بس وصلنا لآخر الفيديو أعطونا رأيكم بالكومنت وحكولنا انتو كيف تغيروا على هاي التقييم ولا تنسوا تساوي لايك وشير وسبسكرايب ومع السلامة